عزيزي المواطن المصري لو انت ما بتصدقهمش وبتصدقني فانا بقول لحضرتك اطع الكهرباء لمصلحتك وانه الجماعة اللي بيحكموا خايفين عليك وعايزينك تعيش حياة افضل ثانية واحدة عايزينك ايه؟ تعيش طب واللي مات مات بسبب ايه؟ بسبب الكهرباء تيبقى القصة هنا اختلفت يبقى احنا هنا مش بنتكلم على مصلحة وان الموضوع غلط مين وصح مين لا مش بنتكلم هنا على فلوس جات او مجاتش مش بنتكلم هنا على قرار اتاخد في وقته او متأخر مش بنتكلم على تصدير الغاز كان فيه مصلحة للمواطن ولا ضده مش بنتكلم على حقل ظهر لما زوده الانتاج كان صح مش بنتكلم على كل ده احنا بنتكلم على مصيبة اكبر انتو بتعملوا الكلام ده كله ليه؟ وبتطلعوا الاعلامين يتكلموا ليه وانا كنت بحاول اتبنى وجهة نظاركو ليه؟ عشان نقول للبني ادم البني ادم اللي عايش في مصر بن قسين ان النظام صح وانه خايف على مصلحتك مصلحته دي في ايه؟ في انه يعيش اول حاجة واهم حاجة انه يفضل على قيد الحياة طيب نتخيل مع بعض انه انا طالع اقنع المواطن انه اطع الكهرباء صح فلاقيت المواطن مات بسبب ايه؟ بسبب انقطاع الطيار الكهربائي النهاردة بدايت الحلقة مختلفة تماما انا لما حبيت اقف معاكو لقيتكو انتو مش وقفين مع نفسكو انتو مش عارفين تساعدوا نفسكو مجموعة من الفشلة المجرمين اللي تسببوا بقراراتهم الغلط في ان الناس مش بس تعيش في ضنك عشان اطع الكهرباء لا الناس بتموت بسبب اطع الكهرباء انا هنا مش بستخدم تعبير مجازي ولا استعارة مكنية مفيش كلام ده انا جاي اكلم حضرتك عن ناس ماتت بجد بسبب انقطاع الطيار الكهربائي نقطة فلو انا جاي اقف معاك واكلم الناس عشان تقتنع باللي انت بتقوله فالناس ماتت الناس مش موجودة الناس في القبر دلوقتي اكلموا عن مصلحة ايه؟ اقنعوا بايه؟ اقنع اهله اللي راحوا دفنوه الاسبوع اللي فات والشهر اللي فات والشهرين اللي فاتوا والسنة اللي فاتت اقنعهم بايه؟ اقول له ازاي ان اطع الكهرباء عشان مصلحتك اقول له ازاي ان المشروعات الجديدة محتاجة كهرباء عشان مصلحتك اقول له ازاي ان المشروعات الجديدة محتاجة كهرباء عشان توظف ولادك هيقول لي ابني مات طب بيبقى فين مصلحته مصر بتعيش حقبة من أسود الحقب اللي في التاريخ الناس دلوقتي مش بتموت عشان مثلا حوالي سطرق وإن كانوا بيموتوا بحوالي سطرق ولا بيموتوا مثلا عشان قتل خارج إطار القانون وإن كان بيموتوا عشان قتل خارج إطار القانون ولا مثلا بيموتوا عشان الفقر وإن كان في ناس بتموت من الفقر وانها مش لقى يتاكل لا الناس دلوقتي بتموت لان الكهرباء بتطقط عليها وهي في الأسنصير فبيموت حضرتك احنا في 2024 في الجمهورية الجديدة في نظام سيء الذكر عبدالفتاح سعيد خليل السيسي اللي بيحاول يبشرنا بان احنا داخلين عهد جديد وجمهورية جديدة ورايح عامل عاصمة جديدة في الصحراء النهاردة بقول لحضرتك انه في مصريين ماتوا ماتوا حياتهم خلصت موجودين في القبر بسبب انقطاع الطيار الكهربائي في مصر